السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلسل الاختيار 2 الحلقة السامنة ظهور أحمد المنسي من جديد رغم استشهاده أشهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة السامنة حلقة مشوقة حيث تحمل الحلقة عدد من المفاجآت بالنسبة للجمهور خاصة بعد اعتراف أحمد مكي لأسماء أبو اليزيد بحبه لأول مرة هذا مقطع الفيديو الذي انتشر على صفحات السوشيل ميديا وحقق ما يقرب من 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من المتوقع أن نشهد حلقة اليوم تقدم أحمد مكي لأسماء أبو اليزيد رسميا والتخطيط لمعرقة جديدة لتخلص من الإرهابيين خاصة بعد فضة اعتصام ربع العدوية وتفرق جماعات الأخوان في أقصر من دولة ليخططوا بصورة كبيرة إلى الجنود المصرية كما أنه من المقرر أن تظهر شخصية المنسي مرة أخرى رغم استشهاده في الجزء الأول بالإضافة إلى ظهور شخصية أم إبراهيم زوجة الإرهابي خلال الأحداث المقبلة بعدما تقرر ابنها أن يأخذ سأرابيه من الأعداء تدور قصة الجزء الثاني عن بطولات رجال الشرطة المصرية عاقب عزل الرئيس الراحل محمد مرسي وصورة 30 يونيو وما حدث بعده من أعمال صعبة من إرهابيين ومحاولة تكسيد الواقع ويجمع بين المشاهد الحقيقية والمشاهد المصورة خلال أحداث المسلسل يشارك في بطولة مسلسل اختيار 2 عدد من نجوم الفن المهمين ذلك العمل من إنتاج شركة سينارجي للمونتك تامر مرسي وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي واكتمع في البطولة كل من كريم عبدالعزيز وأحمد مكي بمشاركة إياد نصار وإنجر مقدم وأبوشرة وأسماء أبو اليزيد ورياض الخلي وهدي الجيار والذي انتهى من تصوير جميع مشاهده قبل وفاته بأيام بالإضافة إلى أحمد شاكر عبداللطيف وأحمد حلاوة ركز مسلسل الاختيار على حضور ضيوف الشرف خلال أحداث المسلسل من أبرزهم ماجد الكدواني ومحمد محمود عبدالعزيز وأشرف عبدالبائي وعبدالرحيم حسن وأحمد فهمي